ندوة صحفية لتقديم الدورة الثانية عشر لمهرجان الفقه بن صالح ألف فرس وفرس للثقافة والفنون تم تنظيمها يوم الخميس بالرباط أشغال هذه الندوة شملت عرض برنامج وفقارات هذا المهرجان إلى جانب الأنشطة الموازية والفعاليات المشاركة في هذه التظاهرة التي ستشكل على امتداد خمسة أيام فضاء للتعرف على ترات الفروسية دورة ماش تظاهرة صباح عندها تاريخ صباح عندها مكان صباحة محطة كنتظرها المواطنين والمؤسسات كتبسط تورات المغربي الأصيل أو للفروسية والفروسية متابعة بالفلكلور المتنوع المهرجان الذي يشهد حضور أكثر من ألفين فارس وفرس من كل المناطق والأقاليم يهدف إلى استثمار المؤهلات الاقتصادية والبشرية للمنطقة وكذا التعرف بموروثها الثقافي والفني والمساهمة في إشاعي المنطقة على المستوى الوطني والدولي